السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العزة. مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج. استاذ بيردونتولوجي عند وراء الميديسين. طب الفم وامراض وجراحة اللفة. اذا في هذه المحاضرة بنكمل القزء الثاني من محاضرة الجينجفر او في المحاضرة الاولى تحدثنا عن مقدمة كانت التعريف كيف نصنف وايش اسباب وبعدين نتكلم عن الاهداف عمليات او وايش الطرق المستخدمة او العمليات المستخدمة في هذا الكلام. اليوم ان شاء الله بنتكلم عن المستخدمة وان شاء الله في المحاضرة القادمة سنتحدث عن الجرافتس المستخدمة في علاق الجينجفر ريسجن. اه نعود الى التكليسفيكيشن المفصل اللي تكلمنا عليه. طبعا زي ما قلنا احنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن الكراون لينثنينج والبوك اليمنيشن. وفي هذه المحاضرة بنتكلم عن الفلابس المستخدمة في الجينجفر ريسجن تريتمنت. برضه تشوف هنا احنا الان اليوم بنتكلم احنا معنا في فلابات وفي معنا غرافتات. اليوم بنتكلم عن الفلابات المستخدمة في الجينجفر ريسجن. الكوروني دي سبيس في لاب. اللاتري دي سبيس في لاب. والدبل بابيلا في لاب. زي ما قلنا هذي نفس الكلام. نفس الكلام في معنا نوعين غرافتس وفراثة نوع ملال الفلابس. وتكلمنا في المحاضرة السابقة وقلنا انه الميزة الاكبر للمو الفلابات. انه الفلابات لا زال معاها البلات سابلي اه اه تبعها موجود بنفس المنطقة. احنا ما شليناش الفلاب من مكان بالكامل واستقصرناه ودينا مكان ثاني زي الجرافت. احنا هنا بس فقط نعمل نحرر الفلابات وبعدين على نحركم المكان للمكان لازل يظل مرتبط بنفس المكان بالبلاد سابلي تبعه. فهذه الميزة اللي موجودة في الفلاب وفي لازم نخلق له بلاد سابلي او نصنع له بلاد سابلي في المكان القديد. طيب نيجي مع اول نوع بنتكلم عليه وهو الان طبعا الانديكيشنز هنا ان احنا نقفل او نغطي الجنجفر اللي تأثر على النشرالتيث وركزوا عن النقطة هذي بنشرالتيث. هذي النقطة اللي كنا نوقع فيها في البداية وبشدة. كان الان في هذه المحاضرة باتكلم عن حاجة كثيرة كنت انا شخصيا اوقع فيها ببداياتي. لانه واحد مع عدم الخبرة ما يعني كان يشوف بس العملية او ثنتين يحاول تطبقها. والاخ دائما الخبرة هي والاخطة هي تعلمك. اللي ما يخطأش ما يتعلمش. يعني دائما انت ليش تنقل بعدين بعد عشر سنوات او خمس سنوات او عشرين سنة كعين كانت الفترة. يعني ممكن تجي تشوف انك توصل الى الى اتقان غير عادي. لانك خلاص كل عمليات تعلمك خطأ. كل جراحة تعلمك خطأ. فتوصل الى مستوى عاري جدا. آآ فالنشرالتيث هذي كان من الاشياء اللي نغلط فيها. احنا كنا نيجي مثلا على حاصل في وفي كيريس كلاس فايف مثلا. ونقوم نعمله مباشرة او اي شي. ونجي نرفع الفلاب ونعملها زي الفل. ونيجي بعد فترة وانها نزلت. وهذه مشكلة كانت كبيرة. ليش تنزل? ايش المشكلة? لانه ما يحصلش بالكومبوزيت زي ما يحصل في الاسنان. ما يحصلش زي ما زي ما يحصل في الآآ في السمنتب. فمع الوقت يبدأ يحصل لنزول مهما كان. وهذه من الاشياء اللي تعلمناها مع الوقت. طبعا انا ممكن كيكون ندفانس فلاب معي حالتين. اذا كان يعني وان تو ثري ميلي اقل من اربعة ميلي. فانا بعمله بوان ستيج تكنيك. كيف وان ستيج تكنيك? على طول. انا غالبا لما يكون معي رسجان ميلي او اثنين او ثلاثة بلاقي لسه في اتاش جنجيفا. اذا كان اتاش جنجيفا اللي باقي تحت الرسجان. من مثلا اثنين ميلي فيما فوق. فهذه مسموح ان انا ارفعها على طول. فبارفعها مباشرة بخطوة واحدة اعمل رفع مباشرة واغطي الرسجان. اما لو وقيت وما فيش عندي اصلا لثة تحت. في الغالب وهذا يحصل اذا كان الرسجان سيفير او مدر سيفير او مدرية خمسة اربعة خمسة ستة سبعة. فما بلاقي لثة او بلاقي لثة بسيطة ميلي من لو نصف. احيانا اثنين ميلي بس تكون جز منها ضعيف جدا. فما يعني انفليمت. فما يعني اثنين ميلي برضو احيانا تمشي وحيانا تمشيش. هذا المقصود يعني. فاااا اكثر من ثلاثة اثنين من اللي بيكون افضل. فااااا هذه في هذه الحالة ما ينفعش ان ارفعها. وهذه برضو من الاخطاء اللي كنا ننتخيبها. كنا نلاقي خلاص في في لثة جنجيفا اين كانت. اهمش في اتاجت ارفعها. وهذا القزء اللي هو الاتاجت القليل القليل. مش كافي انه يمسك في مكانه ويثبت في مكانه. فينسحب مع الوقت. اذا في هذه الحالة نعملاته ستيج. والفرس ستيج هي تكون عادة ان احنا بنعمل. اول شي نزرع. آآ لثة في البداية تحت مستورس جن. وبعدين بعد شهر ونصف المرحلة الثانية نعملو كورونالي ادفانسنج للأعلى. طيب ايش ميزات ان انا اعمل كورونالي ادفانس فلاب او كورونالي ريبوزين فلاب او كورونالي سبيلس فلاب هي انا استمعاني. اول حاجة انا اقدر اعمل علاج لمالتيبل ارياز لوتوكس بوجه انا اقدر اعمل الفلاب اللي آآ سن سنين ثلاثة اربع عادي. الموضوع مفتوح طوالما انه عندك فيه اتاش جنجيو في نفس المنطقة. مش محتاج ان انا ادخل في السن المجاور زي ما بشوف بعد شوية فين. زي ما بشوف في المناطق اللي هي مثلا في الجرافتات اللي هي الدبل بابيلا فلاب او اللترين الفلاب. او اللترين سلايدين فلاب. هنا فقط بتجيب الفلاب تباعك من تحت السن مباشرة. من اتخش على جيرا ابدا. طبعا آآ آآ في نسبة نجاح عالية جدا. والميزة كمان انه حتى لو العملية ما نجحتش معاك ففي العخير على الاقل لن تسوق الحالة اكثر. طيب العيوب طبعا العيب اننا احيانا في بعض الحالات اللي هي التوستيج. احتاج ان انا اعمال عمليتين مرتين عشان اوصل لنتيجة. اذا الوانستيج تيكنيك. ايش المطلبات حق الوانستيج تيكنيك? زي ما قلنا يكون معي بسيط. ميلي اثنين. ثلاثة بالكثير. ويكون على الاقل زي ما قلنا معي اقل شيء للألثة اللي تحت تكون ثلاثة ميلي على الاقل. زي ما قلنا بس في الغالية اثنين ميلي برضو احيانا تكون مش كافية. فثلاثة ميلي هي الاضمن. وهذه النقطة المهمة جدا اللي احنا شايفينها تحت اللي هو ما يكون هذه من الاشياء اللي كنا برضو برضو انا اخطى فيها. طبعا واحد في بداياته ما يركزش على اشياء هذه اللثة كويسة ثاني مش تك. احيان انت تجي تقيس مسلا بتاشتجينجيفة وخلاص. الثن بايو طيب تتعبك بكل شيء. اول شيء بالطبع بعد ما تعمل تتعبك في الرفليكشن. تتعبك في الرفليكشن. تيجي تعمل رفليكشن لو يدك ثقيلة شوية او مالش كنترول. تتمزق عليك. بعدين تتعبك في كمان في وانت تدخل الابرة وتتمزق تمزق الممور تتبهذل معك تماما. وبعدين كمان تتعبك. ان نسبة نجاحها ما تكونش قوية ومرتبطة في الاسنان زي ما التك بايو طيب. فتشت نسبة نجاح ايضا اختار من البداية ان يكون معك اشي جنجفة كويسة. اوكي طيب اذا البروسيجر البروسيجر الان اه احنا طبعا اول شي طبعا لازم بمناسية كويسة نعمل طبعا هنا ما ينفعش بين الطرق احنا تذكر انه ما تكلمنا عن انسيجنس قلنا انه معانا الترابوزويد الفلاب اللي هو في اثنين والتريانجول الفلاب اللي هو والانفلوب الفلاب اللي هو ما فيش كل هورزينتل طبعا احنا لازم نعرف الان انه الترق اللي هو 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 اللي يستخدم بشكل كبير وينفع ان انا تستخدم بنتكلم عليها بعد شوية لكن ما ينفعش ان نعمل في حالات اللي هي طيب بنعمل اثنين احنا شايفين وبنعمل كمان اه طبعا لازم يوصل هذا لتحت مستوى فيين لتحت مستوى الميكوجنجفنجان كشل ليش يا دكتور لانه لازم احرر الفلاب انا لو حق الانسيجن ما اصلوش تحت مستوى الميكوجنجفنجان كشل القزء المتحرك اذا الفلاب بيضل ملتصق بالعظم وانا بيتحركش معي انا اريد ارفعه لها فوق طيب اذا هذا الاشياء الاول وبعدين بعدين باعمل هورزينتل زي ما احنا شايفين عند الاسهم في عندي بيكون هورزينتل انسيجن طبعا عادة اعمله يعني عشان احسب فين اعمل بالضبط احسب كم معك رسجن مثلا والنقل ثلاثة ميلي تمام قيس من رأس البابيلا ثلاثة ميلي ويبدأ قص من تحتها ليش يا دكتور نعمل كذا لانه هاد الكمية اللي برفعها انا الان انا برفع الفلاب حقي ثلاثة ميلي اذا اه لازم اقعون عامل حسابي انه لازل معي ثلاثة ميلي من اللي فريجين العفو من بابيلا فوق الجزء اللي فوق هذا اللي لسا اللي شايفن المثلث هذا بعدين طبعا احنا من رفع الفلاب لا عنده طيب يا دكتور ليش من البدايه ما عملناش ليش معملناش الانسيجن ودخلن البابيلا كلها معي معي وارفعات هذه مرة واحدة لانه ما ينفعس طيب ليش ماينفعش يا دكتور لانه انت الان البابيلا هذي اليما تجي ترفعها فوق البابيلا نفسها بتطلع فوق مستوى الكونتاكت فين بتروح هذي بتتعلق في الهواء. اذا ما ينفعش انك تعملها. الباب اللي هذي نفسي احنا نخليها هنا. وبعدين نقشرها نعملها. نقشر المكان هذا كله. نشيل الباب اللي فوقها كامل. بحيث انه بعدين لما ارفع الفلاب هي بتيجي فوقها. اللي هي الجزء الباب اللي تحت هذا. بيغطي الباب اللي فوق. وبيلتصق معاه. وبيتحور الى جزء واحد بعدين. اذا هذا الجزء نعمله وبعدين نبدأ نرفع الفلاب للاعلى. تمام? طيب. انا ممكن اعمله. يعني ما اعمل لما اجي افصل الجزء الفلاب هذا. ينفع ان انا اعمل فول تيكنس فيلاب. ارفع اللفة بالكامل. لذات لو كانت هي ثان شوية مش تيك. او لو انا اشتي اعملت احتو جي تي ار بمبراين. بتكلم عليها ان شاء الله في محاضنة الجي تي ار. او اعمل بارشية تيكنس. وهذا حلو جدا لو كانت اللفة تيك. ميزته انه اصلا هذا. حتى لو حصل او احصل اي شي ترجع الامر زي ما كانت. بس طبعا يحتاج مهارة ويحتاج يكون معي تيك بايو طيب. طيب انا رفعت الفلاب الان. احيانا بتحسن ان ان قد وصلت للميكو جينجفال جانكشن. ولازال ما الفلاب مش حر. متحركش مع ايه بالراحة. متحسش انه متحسش انه ما في حرية. انت لازم ترفع الفلاب بعد ما تخلص تكون ترفعه لمنطقة الريسية وما ينزورش ما ينسحبش معاك. وبالذات لما يكون معاك البيت الجينجفال مش تيك بايو طيب. وبنفس الوقت لما تكون الجينجفال برضه ما عندكش حتى الجينجفال كثيرة. فلازم يكون معاك في حرية. احنا زمان في البداية لما كنا نبدأ نرفع الفلاب. كنا ننزل فاهمين حكاية الريليزينج جدا انه انزل منزل منزل يعني تحت تحت. يعني على مستوى العظم اضل انزل تحت 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 لا حد ما او لحد ما اوصل للنزل بونو الحاجة هذي. لا مشكلة الصحيح. الصحيح احنا بنلاقي ان احنا لما نجد نرفع الفلاب بنلاقي فيه الياف مرتبطة من بين البريوستيم لتحت كده بشكل مائل. تلاقي انه اللفة نفسها هذي لو ارفعها كده لفوق بتحسير اليافة اللي هي ماشية بشكل مائل ما بين الفلاب التباعي وما بين البريوستيم اللي تحت. انا اخذ مسلا المشروب الطبيعي. واشر ضيطه بشكل عرضي كده. بشكل عرضي من الديستال الميزيل. احرر بس هذي الالياف افكها. بتلاقي انه الفلاب يتحرر معاك تماما. هذا طبعا اللي هو الهوزينتر. طبعا بعدين. بنا نلاقي الروت برضو اكيد بنا لاقي فيه شوية اه اه في حالات كثيرة. شوية كالكولاس. طب جيجب الكالكولاس. نلاقي شوية اه سبنتم نيكروتك. فنعمل سكيلينج. وزي ما قلنا قبل شوية نعمل البابلة. نقشر البابلة عشان تستقبل الفلاب الجديد. وبعدين لصك نطلع نسحب الفلاب. ونخيطه على مستوى الجديد. طبعا احنا في البداية طبعا نوع المستخدم الفلاب العفوة المستخدم هو السلينج سوتشار. اتكلمنا عليها المحاضرة الاولى في محاضرة الانتروداكشن. لما تكلمنا عن انواع السوتشارينج. وقالنا احنا هناك. وقالنا بنا نتكلم عليه كمان هناك. طبعا احنا هذه واحدة من الاخطاء اللي كنا برضو نتكلمها في بداياتنا. كنا نعمل فلاب زي الفول ونعمل آآ ريليزينج ونعمل كل شيء. ونيقي نخيطه بعدين. نيقي بعد فترة والفلاب نزل. طيب ليش نزل؟ لان احنا كنا نستخدم الانتروتد سوتشار العادي. اللوبة العادية. ونعلقها فين؟ فوق البابلة. البابلة شي ضعيف. ضعيف جدا. يعني انت الان اللي بتقع يقوم بتعلق مع البابلة. مع الوقت. طبعا انت حملت فلاب ثقيل على البابلة. البابلة ضعيفة. مع الوقت يبدأ ايش حصوريات انسحب البابلة معاك تنزل. يا انت تتمزق الخيط من البابلة. تستحمل البابلة. وتاجي وان شغلك كله راح على الفاضي. اذا لازم نستخدم السلينج او السبينسر سوتشار. وبعدين يفضل طبعا انك تغطي المنطقة الجراحية. بيحبيل بردون تلف باكس. وبعدين نشتير السوتشار للباكس بعد اسبوعين. مش اقل من اسبوعين. لانه نحتاج انه يحصري اتاشمنت بين الفلاب القديد. بين الفلاب اللي رفعته والمنطقة اللي ارتفعت عليه. خلونا نشوف الان هذي منطقة تزجيل في الكنان زي ما احنا شايفين. شوف الجنجفا في معايا تقريبا جنجفا كويس تقريبا ثلاثة اربعة ميلي. بدأ عمل شوفوا شايفين زي ما قلنا نزل تقريبا ثلاثة اربعة ميلي حسب الرسجان. انتم بتلاحظوا لو قارنتم بتشوفوا الجزحة تقريبا نفس الارتفاع البابلة اللي بقاها. فبدأ يعمل زي ما احنا شايفين وبعدين وبعدين زي ما احنا شايفين نرفع الفلاب هذا رفعه بالكامل. شايفين الصورة اللي تحت على اليمين هذي هذي اللي هي شايفين من 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 الفلاب نبدأ نعمل تشريط كلا زي نحن نشرط بس تشريط من الميزي للديستل بحيث نحن نحن نحرر الفلاب من هذي المنطقة. هنا زي ما احنا شايفين نعمل سكيلينج وروت بلينج للروت. آآ في مادة هذا نحطها طبعا احنا ممكن نجي نحط مادة زي مثلا او تيترا سايكلين هذي نحطهم هنا في حاجة نسميها روت كونديشنينج آآ روت كونديشنينج هذا ميزته زي ما بتعمل ايدي تفير في اللينج والما تشيل tasmeel layer برضو احنا ibm عندنا هنا بتكون في حاجة مشابهة لانا لما حصل نحصات من الروت في هذه المنطقة منطقة اللي هي الثنا بردوينتال ليجيامنت تتكلمنا عليها في محاضرة الليجامنت اآ تظل فاضية وتيمتلئ بال Saithe ومن في lachittal chain. وهذا نشيلو آآٍ نحط شمدة ليدية ونخليدها كثيرا دقائق او آآ او نعمل آآ كابسول ترا سايكلين عادية نحطها في سلاين ثلاثة ملي سلاين ونقمس القطنة فيه ونحطها على الروت فيساعد على الاتاشمنت آآ طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي بعدها اللي تحت على الشمال تحت كيف هنا بيبدأ يعمل دي ابتاليزايشان للآ يبدأ يشيل الطبقة السطحية للآآ اللي اسمها هذي اللي هي الآآ الانترنت البابيلا وبعدين شايفين نرفع الفلاب لفوق طبعا يفضل نحنا ننفعه كمان ملي زيادة عن الانشتي لانه في الغالب يحصل انحسار لملي بعد الحالة ثانية نحن شايفين هذي قبل وهذي بعد وهذه الحالة اللي تحت الثلاثة طبعا نشوف كيف استفاد من الرشيان اللي حاصل كيف غطاه طيب هذا التكلمنا عليه طب ركزوا معايا الآن لانه هذي المنطقة مهمة جدا المنطقة هذي لازم نفهمها صح شوفوا الآن في الصورة اللي فوق اللي على الشمال تمام ركزوا معي نبدأ نبدأ طبعا للأسف انا هذي مشكلة في المحاضرات انه ما فيش عندنا ما فيش عندنا الليزر او مؤشر او حاجة زي كده على الشاس نقدر نقشر لكن نحاول انها نقربها او بيقرب الامكان لانه نقربت في كثير من المحاضرات انها في كثير من المرامج بس لما تقدس مع التسجيل بعد المحاضرة فيها وشيش قوي جدا هذا احسن برنامج للباوربوينت وهذا عيبه لكن ان شاء الله نحاول ان احنا اا نحاول ان احنا ان شاء الله نتكلم بشكل واضح طيب اذا الصورة اللي الفوق على الشمال لو لكزتم بركزوا معي شوفوا الآن السهم عند رقم اربعة ركزوا هذا اربعة للخارج مالنا منه نبدأ من السهم اللي فوقه اول شيء منوما نعمل سلينك سوتشر شايفين شايفين تابعوا اتجاه السهم عند رقم واحد نبدأ ندخل السوتشرينج من مثلا البابلة مثلا والنقلة اللي هي الميزيال من الباكل اريا من الليبيا الاريا ندخلها من الليبيا لحق الفلاب وبعدين نمشي ندخل بالبين السنين ركزوا هنا احنا هنا ما بندخلش ما بندخلش في البابلة خالص بلناش الى قبل بابلة بندخل من فقر بابلة في الهواء اوكي وندخل السلك من داخل وركزوا تابعوا السهم اللي واصله الآن عند رقم اثنين وبعدين بيمشي بيحيط بعنق السن يعني الان هو كأنه يحضر الصم الخلف تمام وبعدين بيقز برضو بيعدي من خلف السن في الفراغ في منطقة برضو في الهواء ما يمسكش البابلة الديستل خالص اوكي وشوفوا تابعوا السهم الان بعدين بيلوف من الباكل اريا عند رقم ثلاثة شايفوسته يعني دخل باكل وبعدين مشى في الهواء ورجع من الهواء برضو من الديستل وراح على الديستل بابلة وبرضو دخلها من الباكل اريا مرة ثانية شايفوسته عن ثلاثة ونفس الحركة يعملها مرة ثانية يعدي في الهواء من الديستل يحضنه السن من الخلف يرتمد من السن من الخلف وبعدين يعدي في الهواء من من الميزيل وبعدين شايفين عند رقم اربعة معا يدخلش من الفلاب خالص ينربط الفلاة الخيط عند رقم اربعة بحيث انه نفس اللقطة البداية فيها هي البلنتي فيها وبعدين انت لما ترطبط مباشرة فهو مباشرة بيتعلق على طول على السن يعني هنا احنا ليش ايش استفدنا من حركة هذه بدل ما نعلق الفلاب القوي او الثقيل على البابلة الضعيفة علقناه على شيء اقوى منه اللي هو السن وعلشان كده ما عادي يحصلش في اي انحسار ان شاء الله في المستقبل زي ما احنا شايفين الان هذه في السورة الثانية زي ما احنا شايفين الربطة بدأت من واحد وانتهت في واحد بتشوفها درما تقيت شوفها الصورة بشوفها زي هذه الصورة بتشوف في معاك غرزة في الواحد عند الباكل او عند الميزيا الاريا غرزة في الديستل ولو شفت من وراء زي ما احنا شايفين في الصورة اللي وراها النيقل بنشوف انه في لفتين. اللفة اللي جابناها في البداية واللاسة اللي جابناها في مرة الثانية هو حاضن الآن محظر على السن وماسك عليه طبعاً في طريقة ثانية يحينا ما نعلقها على حكاية الا ما نعلقها على السن فيه نحن نعلقها بكمبوزيت زي ما احنا شايفين بأذا الشيء في الصورة اللي تحت على الشمال او نعلقها ببراكت برضو في الصورة لوسط في الاسفل. هذه نفس الطريقة ممكن اعملها لكن ننفضلاش طريقته هدوم لانه ممكن الكمبزيت انفاك او البراكت انفاك وبرضو كاستيك شكله اقل استيك من طيب اذا التوستيج تيكنيك احنا تكلمنا في البداية عن الوان ستيج ايش المطلبات انا طبعا زي ما قلت في الوان في التوستيج المرحلة الاولى بعمل بنزل اه اللي هو اه بعمل في الجرافت عشان ابني لثة في البداية وبعدين ارفعها عشان كده احتاج اقلش ستة اسابيع او شهر نص من الهيلنج عشان يحصل الهيلنج للفريغرافت وبعدين اعمل كرونالد بروزجينينج وخلاص المرحلة الثانية لازم اعمال الهيلنج كويس وارفع الفلاب عشان اغطي الريسجن اذا هذي الوان وهذه السكند ستيج الفريستيج للفريغرافت بنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضرة القادمة طيب احنا اتكلمنا في البداية وقالنا قلنا انه في البداية انه انا في اا كفلابس اا اا او كفلابس ممكن اعمل الكروني الربوزجين فلابس عن طريق اا اللي هو وممكن اعملوك انفلوب لكن قلنا التراينجولر ما ينفعش فالانفلوب نفس الكلام بس الفارق ان انا هنا ما بعملش خالص بعمل هوروزينت او خالص بعمل فقط هوروزينت الانسجن طبعا هو عنده ميزات ان انا برضو اقدر اغلق اكثر من سن ممكن اغالق سن سنين ثلاث اربعة الاستيج طبعه احسن طبيعي طبيعي انه طبيعي الاستيج احسن لانه ما فيش عندي هوروزينت الانسجن هنا انا عامل فقط هوروزينتل ومش باين خالص لكن هوروزينتل لو يدك مش كده اول انسجن كان كبير شوية ممكن يبان اا وبرضو طبعا حتى البيوس فقط هوروزينتل انسجن كان هوروزينتل ولم لانه زي ما قرنا ما عنديش haciendo او الآن هنا انا بعمل فقط هوروزينتل انسجن لكن هنا في عندي ما مشكلة في الاول انا كنت خلق بتاقطع بالانسجين فقط على نفس السين و بعد اعمل الانسجين هنا انا احتاج ان انا انا احتاج status ان اعمل услاشر انا عشان افتح احترى احرر السين ليس لهو لاي يحدث ان احرر السن حتى لو نزلت تعالى تحت كما نزلت ليس الافداء اذا لازم اعمل امد الاسنان في الغالة امده عن سنين و احرر الفلاب زي الأن규 تخيل ان اول Brigs قميص او عندنا باللهجة اللي نسميها شميز اللهجة اليمية والخليجية يقولوا شميز فأنت لابس قميص او شميز فلما أنت مقفل الأزرار للأعلى مش قادر تفتح لحاجة بسيطة طيب فوق زرار ينفك معك أكثر فوق زرارين ينفك معك أكثر وظفتي القميص طبعاك هذا نفس الكلام أنا لما كل ما أزود سميها كل ما تحرر مع الفلاب أكثر إذا أنا في الغالب أختار سنين من الأمام وسنين من الخلف أو سنين حتى من الخلف سنين من الأمام عشان أكسز يكون في عندي أكسز أفضل أقدرش تغير بشكل أفضل فأعمل سنين من الأمام في الغالب وسن واحد خلفي لكن مش قاعدة ممكن تموت سنين بسنين عادي لحد ما تحس إنه الفلاب يتحرر معك تماما زي نفس الكلام الهورزينتل إنسجان حقي بيكون غالباً سالكولر وعند البابلة في الغالب أمشي على نفس المستوى الرسجان اللي تكلمنا عليه في الأول أخلي شوي من البابلة فوق عشان برفع الفلاب بعدين وبعدين البابلة أو الميثيليم تبع البابلة هذا بعمله دي إبثاليزيشان زي ما تكلمنا عليه علشان نحن نجهز المكان هذا الاستقبال الفلاب القديد زي ما قلنا في الغالب هنا نعمل سبيلات ثيكنيس ممكن نعمله برد نفس الكلام فول تيكنيس لكن لو ألث معك كوي سأعمل سبيلات ثيكنيس لحد الميكو جانكشن وبعدين هو بيتحوله بعدين إلى طبيعي إنك عشان تحرره ويتحول إلى فول تيكنيس هذه الصورة زي ما احنا شايفين أمامنا واضحة في معينة الإنسجان بسيط يعني يمكن في الكناعين اللتر الفور طبعا حالة زي كده عادتا نحن في عائلتنا من عادي جهاش حاجة بسيطة منستاهلش لكن هذه زي ما احنا شايفين الآن الصورة أمامنا اشتغلوها يعني شايفين كيف عمل هرز الإنسجان شايفين الآن هو مادد من عند السنتر لحد السكس تقريبا لأنه يشتير عادقة ثلاث سنة هذا فمد كمان سن أو سني من كل جيها زي ما احنا شايفين في الصورة سي هنا كيف ركزوا بين بي و سي بي لازلت البابلة سليمة هنا قشر البابلة شال إبثيلية وبعدين رفع الفلابات زي ما احنا شايفين بطريقة تكلمنا عليها وبنفس الأسلوب اللي تكلمنا عليها سلينك سوتشارز رفعهم عفوق شوية مستوى الرسجان وزي ما احنا شايفين بعدين في الصورة اللي هي في الأسفل كيف ما عد فيش أي رسجان وزي ما احنا شايفين برضو ما فيش أي أثر لقراحة في المكان لأنه زي ما قلناه هو من اللي هو اللي هو اللي ما نعمل حالة مشابهة نفس الكلام هنا عمل الفلاب في الصورة للعليمين بعدين في الصورة اللي هي على الوسط زي ما احنا شايفين رفع الفلاب وزي ما احنا شايفين برضو بيعمل سكيلينج وبعدين بيعمل ورفعها بعدين للعلى وبرضو في الصورة الأخيرة في اليمين للأسفل نشوف انه حصل تغطية كاملة للحالة صورة ثالثة بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة وفي الصورة الثانية عمل الفلاب في الصورة الثانية عمل وفي الصورة الرابعة هذي انتوا شايفين طبقة بيضاء هذي الطبقة البيضاء اللي هي نسميها امدوغين امدوغين واحدة من البربريشنس اللي يعملوها من البرسين الانميل والحاقة هذه عبارة عن شيء يتم وضعه في المكان فيساعد على حكاية الهيلينغ والسيمينتو جينيسوس في المنطقة ومن الأشياء اللي تعمل نتيجة كويسة تساعد طبعا على أنه يحصل نتيجة أفضل هذه كمان حالة ثانية نفس الكلام بس لو أنتم مركزين تحت هنا في الصورة الثانية في زي الغشاء مطروح محدود هنا هذا اللي نسميها الجي تي آر عبارة عن ميمبرين يتم وضعه بنتكلم عليه في محاضرة كاملة إن شاء الله بعد ما نخلص المواضع هذه عبارة عن غشاء الميزة اللي فيه أنه يحافظ لي على الاسبيس في بعض الحالات لكن هنا يتم يمنع الإبثيليام أنه يدخل فيحصل لأن الإبثيليام عادة يكون الأسبق ولما يسبق يعمل لي وما يحصلش ارتباط مية في المية فهنا يخلي الكنكتف تشيو ترتبط في وضعها البون يلقع لبضعه الطبيعي وبعدين الإبثيليام بعد ما يذوب هذا أو يتم إزالته إذا كان نرزل ببون بنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله في محاضرات الـ Guided Tissue Regeneration رفع الفلاب وزي ما احنا شايفين بعدين كيف الحالة أصبحت ممتازة جدا طيب في معانا لازال برضو من أنواع الكورنوني أدفانس فلاب في لازال معانا حاجة نسميها السيمليوني الكورنوني أدفانس فلاب السيمليوني المعاناته الهلالي أو الرصف الدائري أو تسمى أيضا ترناو تيكنيك هذه ترناو تيكنيك معاي حكاية نوهي معاي حكاية مع طلابي العزة يعني الحبوبين ترعي وكل الطلاب اللي أدرسهم إما في الحضارة أو في الدمار أو في التكنولوجيا كلهم يقعوا فيها دائما مش عارف الطالب أنا ليش يعجبه ويركز على العنوار الرئيسي وما يركزش على اللي بين الأقواس رغم أنه العكس المفهوض أنه بين الأقواس معنات أنه شيء مهم جدا لما ما يستوش بين قوسين إلا أنه مهم جدا فدائما في أكثير من اللي أحيانا في الامتحان أكتب لهم تكلم عن ترناو تيكنيك وعلى طول كلهم إذا كانت موجود يستدعونها وإذا ما كانت موجودة التلفون يا دكتور إحنا ما أخذ ناشترناو تكنيك هذه يا الله يعني بعدين بعد ما نخرج من الامتحان طبعا كلهم موجودة والكلام هذا كله طبعا لو في واحد منهم قلت لهم بس هي السيميليونر على طول يعرفوها فهذا يركز عليها أي حاجة باللقاوسين هي شيء مهم زي ما إحنا شايفين في هذه الصورة إحنا شايفين هذا الرسجن عبارة عن عادة لما يكون مع الرسجن بسيط ميلي أو اثنين مثلا فأنا بدل مرفع فيلاب كبير جدا بأعمل حاجة نسميها السيميليونر آآ كيف السيميليونر هذه بأعمل زي ما إحنا شايفين برشبه بعدين الصور أكثر برأعمل إنسيجنس دائري أو هلالي أو رسج دائري يبدأ من البيزة في البابيلا اللي بالليمين البيزة في البابيلا اللي صار طبعا هذا هو مقربها كثير في الصورة هذه للأسف لكن ينفض من نصف من نصف البابيلا من البيزة نصف البابيلا وبعدين الإنسيجن هذا بدخل الحق الشفرة من داخل فين من داخل السلكس نفسه لحد ما يعدي القهد الثانية فالجوز هذا اللي عامل زي الهلال العامل زي حرف السيل المقلوب هذا أو آآ علامة التقاطع في الرياضيات هذه بتتحرر جوزئيا وبسحبها لفوق وبنشوف الآن بالصور كيف نعمل كذا أول شي أي شميزات الترناو تيكنيك أول حاجة أنها تستخدم في المال في الغالب يعني ما نستخدمها في الحاجة الكبيرة من لفنين حاجة زي كدا طبعا أحيانا كثيرة محتاجش أعمل لها سوتشار لكن أنت برضو أفضل لو فيه سوتشار معك خيد صغير خمسة أو أربعة يمكن تعمل لها لأنه تساعد تتفيتها أكثر آآ طبعا بذات في هي تستخدم كوانستيج برة واحدة وأغلب حاجة تستخدم في الأبرتيف يعني هي غالبا هي مثل الأبرتيف ليش يا دكتور لأنه أنا معتمد على حكاية نزول الجزء لهذا الفلام الصغير اللي عملته أنه ينزل للأسفر بالقرافتي ومعه يطلعش فهذا اللي تعتمد عليه في اللور عملوها يبتور يعملوها في اللور لكن في هذه الحالة لازم تعمل سوتشارينج برور يتعمل سوتشارينج ونسبة تنقاحها تكون أقل من الباقي طيب السيرجيكال تيكنيك اللي هي زي ما قلنا سيمليونر عبارة عن إنسيينسي مليونر نعمله زي ما قلنا يكون بعيد عن رأس البابلة الفنفة ثملي يعني زي ما قلنا تقريبا عند وبعدين زي ما قلنا بنعمل بعد ما نعمل هذا اللي هو السيران الهلالي ندخل من عند السركز طبيعي وندخل الشفرة حقنا بهدوك وبحضر تشلع حضر شديد بحيث إن إحنا نعمل زي كأننا نفصل لأثر جزئين جزء العظم وجزء الفوق طبعا هو الجزء الأكثر اللي بنحركه للأسفل لحد ما نحسه يتحرك وبعدين من نفسنا بيدنا ننزله ولا تحت بينزل مباشرة بيتحرر ويغطر الجن طبعا زي ما قلنا هنا ممكن نخيط ممكن نعمل باك وهذا الأفضل طبعا بعدها لازم أضغط شويا على المنطقة هذي لحد ما أحس إنه اللي صغط مكانها وازم ما قلت لكم معادة عندنا في الشعب العربي يعملوا باكا وخيطوا أفضل عشان نحمي على المكان ولغضبا أن يكون فيه عندنا نتيجة كويسة طيب يا دكتور شايفين زي ما أنا شايفين الآن قدامنا عملت انتجان سحبوا للأسفل الصور اللي هي أيوبي على الشمال وبعدين نشوفون هنا خيطه الصور اللي فوق نفس الكلام مركزوا على الصور اللي فوق هي أوضحة اللي هي على اليمين قصدي شوفوا الانتجان الأول فعلها في البداية مركزين أنا الشفرة في مين دخلت دخلت من المنطقة اللي هي الساركس ولازم تكون يدك حذرة جدا لازم حذر بيدك لأنه لو راحت لك يدك شوية انت الآن شايفين رأس الشفرة في موجودة وضحت من فوق الصورة على الصورة رأس الشفرة موجود حرر المنطقة هذي تماما تخلي منطقة البابيلا سريمة لأن هذه المنطقة اللي بيتعلق عليها اللي بيتعلق عليها الفلاب وبعدين سحبوا للأسفل وخيط عليه طبعا وهذه بهذه الطريقة بحصة نتيجة كويسة جدا طبعا ركزوا الآن في هذه الحالة عملها ثلاث أسنان طبعا هي في البداية كانوا عملوها لسنة واحد لكن يقول لك لو معك لثة كويسة ثكنس كويس الرسجان برضو خفيف في الثلاث الأسنان فممكن تعملها بهذا الشكل خيطها بالأخير وبرضو تحصت بشكل كبير جدا نشوف خلونا نشوف هذي الحالة طيب هذي الحالة ايش هذي حالة انتحار الرسجان موجود في كل الأسنان من الكناين للكناين طيب يا دكتور ايش فعل صاحبنا صاحبنا عمل نفس الحركة بس فعلها في ستة أسنان حالة حالة رهيبة جدا طيب يا دكتور تذكري يا دكتور لما كلمتنا انت في محاضرة بلندرثلابس وقالت لنا انه من الأشياء المهمة انه يكون منطقة البيز أعلى بكثير أعلى من منطقة تكون شكلها عريضة عشان تعطي بلد السبلي كويس طيب يا دكتور انت مركزش الآن انه الصباح الفلاب هذا كله اللي عمله الدكتور معلق بس بجزء بسيط في منطقة الديستراف في ذكرين القهتين يقول الباقي كله مفصول كيف هذي بتعيش كيف هذي بتعيش كلام منطقي جدا وفعلا هذا السؤال اللي دايما نقوله طبعا الحالة مستهلة خالص حالة صعبة وفعلا الآن الشغلة في حكاية ايش انه الآن الراجل اللي يأخذ البلاد السبلي في هذا الفلاب مش فقط من المنطقة المعلقة في الأطراف بيأخذ البلاد السبلي من تحته كمان هنا الآن نفس الشغلة الجرافت المنطقة التحته هي فيها فيها كونكتف تشيو فلما نزلت في الأسفل الأصبع لا زال قز منها تقريبا النص لا زال موضوع على منطقة فيها في كونكتف تشيو فتأخذ البلاد السبلي تبعها من المنطقة هذي كمان اذا هذي اشبه حاجة خليطة من الفريغرافت ومن الآيش ومن الفلاب كونكتف تشيو معلق من جهة كفلاب ومن تحته كمان في مناطق لازر كونكتف تشيو إذا حالة كويسة جدا ومش احتمال متنجعش في حالة كثيرة لكن هنا نجحت وغطت بشكل كويس جدا يعني هذي ممكن نسميها كورونالي أو مش ممكن نسميها موبايل أو كورونالي فريجينفاق يعني الفكرة مشابهة فقط إنها خليط من الثنتين وفي حالة كويسة جدا طيب الآن إحنا ما لقيناش غرافتة فريجينجبا في المنطقة اللي تحت ما لقيناش على العفو أتاش جينجبا في المنطقة اللي تحت أنا بشبه لكم الشغلة هذه كيفية اختيار النوع المناسب من فلاب وغرافت مثل أنت واحد الآن ولد كويس وقالس في بيتك وفي قو أسري كويس طيب في الغالب طبعا أنت مصدرك الرئيسي اللي تموينك اللي بيعطي لك الفلوس اللي بيعطي لك المصروف اللي بيعطي لك هذه الأشياء كلها مين؟ أبوك و أمك عملت مشكلة منهم ما جايبش درجة كويسة عملتك مشكلة في الشارع فبترجي على أقرب واحد جنبك اللي هو من أخوك أو أختك وتقول لهم لو سمحتم أعطونا الآن محروم من المصدر الرئيسي تبعي إذن كويس أعطوك برضو برثان يا ريسيبت و مقبش درجة كويسة فقاموا بعدين أخوانك زولوا منك برضو ما فيش فائدة زادة بوقت فرضك من البيت بلعك من البيت تروح عند صاحبك عايش في المنطقة المقاورة وتبطل الدراسة وتبدأ تشتغل وتمتع تعمل إذن هنا إحنا خرقنا من مكان الرئيسي اللي كنا فيه و دخلنا مكان قديد المكان القديد هذا أنت لازم تفتح لك مصدر رزق قديد فيه لازم تبدأ تشتغل تعمل عشان تطلع لك مصدر رزق في المكان القديد هذا عشان بعدين مع الوقت متعايش و خلال الفترة هذي بيكون بنعيش بس بالفلوس الباقية اللي في قيبي وبتعيشنا فترة بسيطة طيب يا دكتور نعيد نفس السؤال ايش دخل القصة الحزينة هذي باللي احنا فيه هذا عشان نوصركم الحكايات انه من فين الفلاب او القرافت بالفن يعيش في البداية نجي نشوف تحت الفلاب مباشرة هل عنده اتاش جنجبة هذا الاب والام اللي هم مصدرك الرئيسي اذا عندك اتاش جنجبة اذا انت ابوك همك بيعطوك اللثة حقاك وبترفعها بباشتك ونهن يعطوك فلاب خلاص انتهينا هذا المصدر الاول قينا وما لقيناش معنا المصدر الرئيسي في جنجبة اللي هو تحت الريزيان اللي هو ابو والام نشوف يمير الشمال اخواني لقنبي اذا في معي شوية لثة جنبنا في اللترال في المنطقة اللترال او في البابلة معينا بابلة محترمة فعلى الطول هم اللي بيعطونا اللثة وبغطي الريزيان تبعي بغطي الافلاس تبعي اذا هذا اخي واخوتي قالنا في نفس البيت اجينا لا احصلنا لا قدام لا يمين لا شمال لا اي مكان ما فيش البيت تبعنا كلهم زعلان انميني معهم مش فلوس مش يقبل فلوس زي ما قالنا مخرج من البيت وباشوف على المنطقة المقاورة اروح اشوف منطقة مقاورة اشتغل فيها واطلع منها هذي اللي هي زي ما قلنا بناخذ بنرجع ناخذ لثة مكان ثاني بعيد اللي هو غالبا الفلتاش جنجبا اللي هي الهاربالت وبناخذ من هناك وبنحطها في المكان الجديد وبنزرعها بس زي ما قالنا هذي ما تكونش حق البلد صبلاي مباشرة من نفس البيت فلازم نخلق لها بلد صبلاي جديد زي ما قالنا لازم صاحبنا اللي خلق بلد بدور له شغل جديد ففي هذه الحالة احنا المنطقة اللي بنزرعها فيها بنعملها تقشير بالكامل بنعملها دئيب ثلزيجن بالكامل بحيث انه ياخذ بلد صبلاي حقه من المنطقة وبنشوف كم بنعملها في وقتها اذا هذي زي ما قالنا في حال ما لاقيناش تحت لثة مباشرة في معي اتاش جنجبا كويسة فعلى طول اشوف يمنو الشمال يمكن احصل معي اتاش جنجبا كويسة ولازم يكون معي حاقتين لازم تكون معي هايت كويس لا يقل عن ستة ميلي ولازم تكون برضا لثة اتاش تكون كويسة تكنس كويس وهذه ما الاختار التي تكرناها كمان كنا احنا نجينا نتفرق انه معي مثلا اتاش جنجبا كويسة بس ما نتفرقش كاما خلاص في معي ثانة اربعة ميلي تتحركها ثانة اربعة ميلي في هذه الحالة ما تكفيش اقل شي ستة ميلي على اساس اقدر حركها وتمسك معي بهذا الشكل اوكي زي ما احنا شايفين في الصورة كيف اللثة اللي كانت هنا موجودة على اللترال اه سحبها لفوق السنترال وغطى المنطقة وفي سؤال باقي برأس كل واحد بعد شوية وبرتتكلم عليه هنا السؤال والمنطقة اللي فتحناها يا دكتور ايش اه يعني احنا غطينا مكان وفكشفنا مكان الثالي كلام مش منطقي وبرتتكلم عليه طيب قبل ندخل للطريقة خلينا نشوف الادفانتجز والديس ادفانتجز الادفانتجز والديس ادفانتجز معانا هنا الميزة طبعا كميزة انه اول شي عملية واحدة زي ما قلنا زي هزي الكروني ادفانس فلاب الوان ستيج مش عمليتين برضو البلاد صبلي حقها كويس لانها عبارة عن بدكة فلاب مش غرافت وانا اقدر طبعا اغطي الروت سيرفس فيها ايوبها ان انا مقدرش يزير كروني ادفانس فلاب اغطي ثلاثة اربعة اخمسة سن او سنين بالكثير الشيء الثاني انه عندي امكاني انه يحصل لي ريسجان او ديهيسنس للدونرا سايتس وهذه طبعا باتكلم عليها بعد شوية انه ممكن فعا يحصل لي في الامكان مقاور بالذات لو استخدمتها كفول تيكنس فلاب مش بارشيال تيكنس فلاب كيشنس والكونترا انديكيشنس متى استخدمها طبعا لما يكون عندي جنجم فلاسجان لكن في السن من الشروط المهمة زي ما قلنا انه لترا اللو في الميزير والدستال اللو اللثة اللي موجودة في عندنا دونرا سايت دونرا تيشو في معينة لستها كويسة اقدر حركها اه اشياء الثاني ما يكونش عندي طبعا تحت على تاتش جنجمه ما فيش كميا كويسة ولما يكون عندي ملحات اللي ممكن استخدمها لما يكون عندي ادونرا سايريا ما انه برضه ممكن احرك اللثة من ادونرا سايريا لفوق منطقة الرسجان واستفيد منها لكن ما ينفعش اعمالها متى لما يكون عندي في المنطقة المجاورة الجنبي في اليمين على الشمال في بوكت فلما احرك البوكت اللي موجود ما بيخليش اللثة يعني بيعمل البوكت عبارة عن نزول فما فيش التصاق ما بيخليش التلتصق ومعها بتفشل العملية أو يكون الروت بارز برضه من الأشياء اللي يخلي الراحة تفشل أو يكون زي ما قلنا معنا في أبريجن أو إيروجن فوق الروت زي ما قلنا ما لم يكون عندي سيمين تمسالين نفس الكلام اللي قلناه في كوروني أدبانس فلاب ما لم يكون عندي سيمين تمسالين ما يلتسقش الفلاب خالص وهذه زي ما قلنا كنا نغلط دائما ونشوف عمليتنا تفشل ومش عارفين لش كانت تفشل لحد مع القراءة الكثيرة ومع التمرس الكثير والعمليات الكثيرة واحد يعرف أخطائه في البداية طبعا لو أنت مركزين إحنا في البداية في المحاولة المنطقة الرزجة نفسه شايفين الصورة على الشمال المنطقة اللي هي مقشرها عليها خطوط خطوط متقطعة هذا يسميها الدونر سايت إحنا في البداية بنقشر هالي المنطقة بشكل حرف يوم بحيث أنه برضو نجهز الاستقبال الفلاب الجديد بعدين بنعمل لنا فيرتكار ريزيان انسيجن مثلا بنحصوب إحنا نحن نحرك مثلا على منطقة الغطي منطقة القناة هالي مثلا تحتكسي ثمانية ملي أنت غالي بنخلي في لابك ملي ونص زيادة أو مرة ونص زيادة على أساس تقدر تغطيه بشكل كويس يكون معاك منطقة أمان مثلا بنحصوب سنين مثلا زيادة مثلا كان الثمانية نعمل لنا مثلا 12 ملي 14 ملي ونعمل فيرتكار ريزيان انسيجن طبعا بعدين برضو لازم يوصلت برضو لمنطقة الميكو جلجيب الجانكشن عشان نحرره أبدأ بالشفرة بعدين أعمل سبليت تيكنيكس أفضل طبعا طبعا هو الخيار معك هنا سبليت تيكنيس أو بار أو كفول فيكنيس الفبول فيكنيس أكاديميكا الموجود وعلميا موجود لكن للأمانة من تقربة أنا ما استخدمتوش عبدال ولا شي استخدموه لأنه عندي مشكلتين أول شيء أمكانية الرسجان اللي يحصل طبعا اللي يحصل والديهيسنس في العظم يحصل بشكل كبير جدا وأنا مش أغطي مكان وفتح مكان ثاني فعلا كلام مش منطقي الشيء الثاني أنا غالما ما تضطرش تلقق للفول تيكنيس إلا لو كانت اللثة ثم بيو طايف وزي ما قلنا غالما ثم بيو طايف تؤدي إلى أنه تفشلك بشكل كبير جدا طيب من الناس اللي يقول لك طب اعمل فول تيكنيس يقول لك الثلال فول تيكنيس اوكي أنا بعمل من الخلف صح لكن أنا لما أسحبه غالبا بيضل معين شوية شوية من البريوستيم لما يكون موجود فبيغطي لي المكان غالما يغطيه ما يحصلش أنه تنظل مكشوف العظم هذا أكيد طيب يا دكاتر ما هو بيحصل حتى لو البريوستيم غطى بس بيغطي بس أقالي يعني بيحصل لي برضو حسار مليا واثنين هنا طيب يقول لك ما هو أنا بغطي المنطقة انحسار أكثر من مليا واثنين ثلاثة أربعة خمسة بكون كسبان وبنفس الوقت غالبا بغطي المنطقة الانتريالة اللي هي في القدام والبينكشف للبستريال هذي مبرراتهم طبعا يقول لك للأخير الانتريال أهم وبرضو برضو أنا كسبت أكثر من مليا بدل ما كان أربعة خمسة مليا في الأمام غطيتهم وفتحت مليا واثنين وراء طبعا كلام فيه بمبررات لكن أنا شخصي من النوع اللي ما ألقاش لهذه الطريقة اللي لو كان عندي ثيكنيس كويس وأعملها بارشيال ثيكنيس إذا زي ما قلنا هذه الطريقة تكلمنا عليها قبل شوية بنقراها بسرعة إنه نعمل لو كان أستيزيا وبعدين نحضر زي ما قلنا رسيبين سايت اللي هو عند الكنانين مثلا اللي اشتغلنا نعمل ويشيب مثلا بهذه الطريقة نغشر المكان عشان يستقبل الفلاب وطبعا ننضف الروت كويس وبعدين نعمل دونور سايت زي ما قلنا بنعمل في الجهتين وزي ما قلنا لازم الفلاب يكون مرة ونص أكثر من منطقة الرسيبينت على أساس نقدر نحركه نغطي بشكل كويس يكون لازل معانا جزء فوق المنطقة الأوأة الأولى ونحركه ونثبته في مكانه طبعا خلاص طبعا بعد سبوعين نفك الخيط طبعا ونعمل باك وإذا الباك إن شاء الله ممكن نغيره شوفوا الآن هذي عندي الحركة هذي مثلا زي ما احنا شايفين في رسجان هنا ولو تمركزين في الصورة الأولى شمال إنه ما فيش أي أتشي نجيبه تحت خلاص واصل بكشور الجنكشن فيبدأ يعمل الفلاب زي ما احنا شايفين بتكت كويس ارتفاع كويس فوق السيطة منلي عمل زي ما قلنا قهز المنطقة اللي بنشتغل عليها عمل في رسجان في الدست الحق الليترال المسافة لو أنتم مركزين نه الفلاب نفسه أعرض برنامي نص تقريبا من منطقة الرسجان حركوا إلى المنطقة رسا غطاه لو أنتم مركزين الآن في المنطقة اللي هي مكشوفة المنطقة المكشوفة لازال فيها لتا إذن هذي سبلا هذه بعد أسبوع أسبوعا ترجع زي ما كانت خيطوا يخيط طبعا في البابلة يخيطوا في البابلة الثانية يمكن برضو يعملها أفضل وعملها سلينك سوتشار يخيط في كل المناطق اللي فيها وعمل باك وشايفين نتيجة محطرمة جدا وما خسرناش حاجة هذا زي ما إحنا شايفين نفس الكلام عمل جهز المكان حركه لليمين وغطى طيب لو ركزنا على حاجة الآن لو أنت إحنا مركزين في هذه الصورة اللي فوق في اليمين ما دخلش البابلة خالص وهذا رهيب جدا يعني أنا غالبا لما يكون برضو عندي حلو ارتفاع حلو ثمانية من لي مثلا يمكن أخلي البابلة ممسكاش خالص أبدأ الانسجين حقي الهورزينتل من تحت البابلة مثلا من لي مثلا من تحت المارجين بحيث إننا حتى لو حصل فشل ترجع الأمر ولكنه حصل حاجة بس هذه لها مطلب إنه معاك أقل شي ثمانية من لي الشيء الثاني ركزوا الزاوية حق الـ vertical incision لو ركزتم على آخر الصورة على اليسار شايفين ما عملهاش مستقيمة vertical عملها زبائلة ومائلة باتقاه السن اللي بشتغله طيب يا دكتور لو عملتها مستقيمة وعملتها مائلة زاوية مفرقة مش زاوية حادة زي هذه هل إش المشكلة هل هذا صح لا أنا الآن لما عملها بالزاوية الحادة لما يحركها تحرك معي من غير ما يكون فيه شد أنتم تخيلوا الصورة لو عملت القطع على الـ vertical هذا بالاتقاه البعيد بالاتقاه الـ distal كأنه زاوية مفرقة لما تقلق شد بينشد معاك بيكون فيه تنجن عالي وهنا تكلمنا من محاضرة الفلاب وقلنا أنه من أهم الحاجة أنه ما يكونش فيه حيني تنجن لأنه يعمل ضغط على البلاد سبلاي ويعمله نكروسيز إذا لازم يكون معاك الـ vertical risk الثاني البعيد بشكل ماعل بزاوية حادة بهذه الطريقة بحيث إنه إذا ما أشده ينشد من غير ما يعمل لي أي مشاكل وأي تنجن ممكن يعمل لي مشاكل في المستقبل طيب أجيت الآن أتفرق أنا لا معي لثة من ساة تحت ومعي لثة من القوانب ولا بس أجيت أتفرق وأنه معي بابلتين حلوتين في معي بلجة بابللة بابللة حلوة وبدستال حلوة طيب كيف حلوية دكتور لازم تكون white and thick يعني البابللة تكون فيها عرض كويس ويكون فيها كمان أيش يكون فيها thickness كويس إيش باقي أعمل باقي أعمل حاجة نسميها double بابللة فلاب باقي مباشرة أعمل طبعا المنطقة اللي تحت للرسجين مباشرة نفس الكلام بقشرها شوية كده بشكل مثلا في shape ركزوا على الصورة اللي على اليمين برضو لأنه بحرك الجهتين لعندها لازم تكون مقشرة طيب وبعدين بعمل لي اثنين بيرتكال اثنين هورزينتال من القيهتين بنفس الطريقة لاتكلمنا عليها بالكورونال ننزل عند البزة في البابللة ونعمل اثنين بيرتكال وبعدين نعمل هورزينتال العفو وبعدين نعمل اثنين بيرتكال لحد الMicro Genome Junction وبعدين بقيب حقي الشفرة بنفس الطريقة وأحرر بارشية التكنيس بنفس الطريقة أبدأ أشرط تحت 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 لحد ما أفصل جز من اللفة في فوقه وأخلي جز تحت ونفس الشيب الطريقة الثانية وبعدين بخيط الابن لبعض يعني هذا وهذا بخيطهم لبعض في البداية ألصقهم مع بعض طبعا أستخدم هنا لازم صغير جدا خمسة أو أقل شيء أربعة لأنه يلا بالعافية تحملهم وبعدين بعد مرتبة القطعة واحدة أرجع بعدين أخيطهم لفوق البابلة هنا مش مشكلة أخيطهم لبابلة لأنه مش فلا ثقيل عبارة عن حاجة بسطة جدا وبعد الوقت بنحصل النتيجة محترمة طبعا هذي سيستيف تكرق جدا الطريقة يعني هذي يحتاج إدك تكون حساسة جدا ويحتاج إدك تختار الحالة من البداية صح معك بابلة محترمة ولا تنقحش خالص طيب إذن مثل إنديكيشنز قالنا لما يكون عندي وايد وثيك أدجيسنز إنتردنت البابلة ركزوا معايا وايد آن ثيك لازم تكنتين مع بعض وما يكونش عندي طبعا أتاج جنجبة كويسة لا تحت ولا جنب ولا بأي مكان وطبعا لازم يكونش عندي بوكتينج تكلمنا على الكلام هذا إيش عيوبها يعني إيش ميزاتها طبعا إنه في الغالب ما يكونش عندي ريسك ما فيش ألفل بورد لس لأنه ما أكشفش البون خالص وبرضه ما أعملش كسبوجر عالي للدونر سايت زي ما مثلا لاترال سلايدك في لاب أكشف أكشف مطقة كبيرة عمالي فقط منطقة البابلة التكلمنا على التكنيك ها يجهز على الريبيانت سايت أعمل في شايبت بعدين زي ما قلنا نعمل الثنين آآ 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 وبرضه ما أعمل وبرتكال وبعدين أعمل ريليزينج بنفس كلام اللي قلنا عليه وزي ما قلنا بعدين أعمل برشيل تيكنس هنا من فاشل الفرر تيكنس خالص أحمل برشيل تيكنس أخيطهم مع بعض زي ما تكلمنا وبعدين أخيط الثانين لفوق زي ما قلنا زي ما تكنت دايما نعمل سلينج أو نعمل حتى بجنب السلينج نعمل اللي هو السويتشر العادي وبعدين بعد أسبوعين أشيل الباك وأشيل السويتشرينج هذا زي ما احنا شايفين شايفين في سطرة الأولى كيف فشل الفي شيب ده عشان زي ما قلنا يستقب لفلام. وبعدين الهورزنتل والذيرتكال وبعدين نعمل من تحت. وبعدين نخيط الاثنين لها فوق. وبعدين آخر شيء نخيطهم بعض نخيطهم للبعض نخيطهم للفوق إن شاء الله. هذي السورة زي محتشان ان شايفين الاسجم في بابلت حلوة في اليمين في الشمال. اه شايفين كيف عمل اليسجم في السورة الثانية الفوق يمين. شايفين كيف بالبداية خيطهم لبعض وبعد خيط الاثنين لاثة المجاورة لفوق وشايفين النتيجة بعدين ممتازة جدا ولو انه شكل المريض بات اور الهيجين شايفين كيف كان السنان قبل كف سنان وبعد فيه ستينيج وفيه آآ يعني هذي كلها بتعمل السنان بعدين مرة ثانية وهذا دينتست دريم طبعا كلنا نتمنى هذا المريض اللي يجي زي كده هذا تعمله كل شيء وتزيد انت تتحاسبه كبان زيد انت تعطيه فلوس لانه بيريحك يعني تخيل انت تعمل بكشن ثلاث مرورة في حالة زي كده ولا تتعب ولا حاجة طبعا هذا الشخص موجود فعلا في الحقيقة أنا كنت في البداية مفتكرها انها صورة آآ شوف فوتوشوب لكن فعلا موجود وممكن تدخل اليوتيوب تكتبه بيج ماوت او لارج ماوت تحصريه تحصره هو عنده مرونة غير عادية في فمه فيقدر يفتح بهذا الشكل فمع هذه الدستورة القادمة ننهي هذه المحاضرة جزء الثاني من محاضرة جينفر ريسجان زي ما قلنا اتكلمنا عن انواع الفلافات الموجودة وزي ما قلنا كمان خلاص هذا جزء الثاني بندخل المحاضرة القادمة عن جزء الثالث اللي هي الجرافتات والألوديرم نتمنى كالعادة ان نكون استضعنا ان نقدم الفائدة المطلوبة ونلتقي في المحاضرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته